من يتآمر على من لأن ذاك شي ما بقاش من فهم هذا وعيش قلت لكم أنا ما كانت بناتك لام لا دي لها الطرف ولا الطرف الثاني لأن الخبايا ما زال ما عرفنا هاش ورهم كي يجبدو هما يا الرسم دابا كي يطلع ذاك شي من الخابية الآن بخصوص الضربة الجديدة المتعلقة باليوتيوب دابا الآن المفروض أن كل نشاط نشاط كيفما كان نعديله إلاك فيه مدخول خصوص تكون واحد المساهمة هذه الإجراءات هذه الآن بدأ يعني تفكير فيها بشكل جدي ربما أنه غدل قوي الصياغ الملائمة بش ربما في اندوات صحفية إن شاء الله مقبلا قدموا معطية أدق حول هذا الموضوع شكون هما الفئة المستهدفة بالإضافة لكيف سوف يتم تنظيم هذه العملية المهم لإخوان الأخوات كما سمعتوا معي بيتاس كيقول لنا بالحرف أنهم كيقلبوا للحكومة جادة في هذه القضية وكتقلب على الصياغ ولا الطريقة يعني الملائمة باش تبدأ تطبق على الناس اللي كيديروا القنوات اللي عندهم القنوات على اليوتيوب وكيربحهم منهم فلوس باش يبدو يخلصوا الضاريبة يعني الضاريبة الإخوان بالمفهوم ديال أنه واجب وطالي أي مواطن سواء كان مغريبي ولا أي مواطن في أي دولة بحال أوروبا بحال أمريكا بحال بزاف دل الدول الناس اللي كدير اليوتيوب يعني كتأدي عليها ضرائي فالمغرب يعني تهو ما غادش يكون استثناء آآ غادي نشوفوا كيفاش غادي نديروا باش يفرضوا للناس يعني الضاريبة وش حال النسبة ديالها ولكن ماشي هذا هو اللي مهم عندنا بزاف يعني كما قلت إلا كانت الناس كتدير شي ناشاط يعني اللي كتربح من الفلوس كتدير السياسة كتدير التجارة كتدير محتوى كتدير أي حاجة وكتربح فلوس فواجب وطني أنك خسك تأدي الضريبة هذا هو الواجب الوطني هذا هو اللي كيقول أنا وطني وأنا وطنية لأن الأغلبية ديال القنوات اللي كيربح فلوس كبيرة في المغرب كلهم كيددعوا الوطنية وكلهم كيددعوا أننا كنحاربوا من عرفة شنو البوليزاريو والجزائر وكادة أزيد وزيد بزاف ديالأمور والوحدة الترابية وكندبعوا للملاكية وزيدوا بزاف ديالأمور غادي نشوفهم كيفاش غادي يعني يتجاوبوا مع هات القضية ديال الحكومة ويقولوا آه مرحبا الرسولين نكربح الفلوس وحنا وطنيين وبما أن هذا واجب وطني غادي نأديو الواجب ديالنا اللي بغا تركز عليها أكثر كما قلت الإخوان أنه أنا نتمنى من الحكومة هاد شي أنا بالنسبة ليها مزيان مش كون معكم واضح ولكن نقطة مهمة كذلك اللي خاصة تدخل فيها هو كان عرفوا المحتوى الردي اللي كان في المغرب مش كل شي ما كان عممش ولكن كان منصات على اليوتيوب اللي كان ينشروا يعني الدعارة اللي كان ينشروا الرديلة اللي كان يضربوا القيم ويعني والتقافة ديال البلاد وخان تمنى أن نتاه هذه النقيطة هذه تعيد فيها النظر باش ما نطورش في هذه النقيطة هذه الإخوان أندوزول النقطة الأخرى كذلك الحكومة المغربية اتحركات باش غدخلك نظن أناية يعني بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فهد الصراع وفهد النقاش وفهد البلبلة النايدة دابا ديال الفايد والحاشية دياله بل مندوز نوريكم اللي اخوان كل شي بالتفاصيل بغيت نشير لواحد القضية اللي بعد التعاليق اللي تحطوا عدي ما فهمتمش ما نكذبش عليكم احنا يا الفين وثلاثة وعشرين وما زال الناس كتعيش في العصر ديال العصر الحجاري علاش لأن من لي هدرت في هاد الموضوع ديال الفايد وديال معطاوي وكذا كينبعد الناس اللي خلوا لي تعاليق رغم أنني قلت أنا محايد ومن تبنى له هاد الكلام اللي كيقول هاد طرف ولا الطرف التاني لأن احنا ما عارفينش الخبايا اللي كانت بيناتهم وماذا باقي سيرين كيفضحوا فرصهم وحدهم امور اللي بدأوا يعني كيف يفصحوا عليها اللي فيها مشاريع وفلوس كتيرة وزيد وزيد ما كانش كتقال من قبل وراهما غادين كيعرف بعضياتهم احنا كنشوفه حتى نشوفو هاد الناس عشنو اللي غادين يجيب دولنا من الخابية من اللي تحت على العموم الاخوان كيما قلت كي الناس اللي قال لي يا ذاك نهار واحد مثلا ودي ما تدرش على فلان من فل فلان قال لي أنا عني كنحبه وبزاف عليك وكذا وكترد ذاك الحب اللي كنحبه أنا ذاك الانسان عندي مقدس صوروا معي في الفين وثلاثة وعشرين وباقي البشر كيقدس البشر يعني عبد انسان بحالك بحاله بشر وكتقدسه هاد القضية ما باش تفهم لي وما بغتش تدخل لي للرأس كيف تحاور مع هاد الناس وكيف غير تقبله انك تدرش تحليل وتعطيهم معني مثلا تحليل منطقي ممنوع هو في نظر وهذاك الانسان يعني مقدس كما كيقول وانت حاجي بالليل ولا بالنهار يعودوا عليه بالليل ولا بالنهار ولا تباند دلائل يعني ولا اي حاجة باند ضده كيقول لك اودي لا هذاك سيد ما يقدرش يدير شي حاجة لانه مقدس بالنسبة لي هو وخليه اخوان المهم قد نوريكم اشنو اللي قالت الحكومة بخصوص هاد المقاعدة هذه ولا بخصوص هاد الفيلم هذا لاحظوا معي هذه الجريدة الهيس بريس اللي كتقول علمت جريدة الهيس بريس الالكترونية من مصادر متطابقة ان السلطات المختصة بالشأن الديني انخرطت في اعداد خطة محكمة لمواجهة التشيع بالبلاد اذ اصدر التعليمات وتوجيهات من اجل التمكين العلمي والمعرفي لعدد من الاطر العاملين في الحقل الديني بغية التصديل التشيع الذي تتوجس منه المملكة منذ سنوات تأتي هذه التوجيهات عقب رصد نشاط متنام للشيعة في عدد من المواقع بالمغرب خصوصا على مستوى الجامعات وبعد الزواية التخوف الجهات القائمة على الشأن الديني من استهدافها من قبل القائمين على تنفيذ مخططات نشر التشيع بالبلاد واستهداف امنها الروحي يعني هنا كنظن انا هادش اللي قال بيتاس بخصوص المواقع دي التواصل الاجتماعي والقنوات دي اليوتيوب اللي قالها بهذا المصطلح هذا وهذا الحرف يعني جاي مع هاد الامور هادا اللي اتكلمات عن هكذلك السلطات اللي يعني المعنية بالامر يعني اللي بتسير اشياء ان الديني والحق للديني ان هاد الامور اللي كنشوفه مؤخرا ما كتعجبش لدك شي اللي كيقوله الجماعة دي الفايد والرباعة وكذا ولا كذلك الطرف الاخر اللي هو المعطاوي لانا ما قديش ننكر هاد القادية هادي البارح حطيت واحد الفيديو في المنتدى دي الصديق ديلي نوردي مغربي في لوندن بالنسبة الناس اللي ما كتعرفوش ممكن بشير المتدرور نخلي لكم الفيديو باش تشوفوه حطيت في المنتدى هاد الفيديو دي الصديق ديلي وقلت من يتآمر على من لانا دك شي ما بقاش من فهم هذا ولاش كتلكم انا ما كانت بنتك لا دي لها الطرف ولا الطرف التاني لان الخبايا ما زال ما عرفنا هاش ورهم كي يجبدوه ما يرسم ده با كي يطلعو دك شي من الخابية علاش كما قلت لمن مثلا جهة دي القناة دي المعطاوي اللي كيقول ان الفايد والاسحاب وكذا ده القرآنيين تنويديين كذا الى اخرين كي خدموا اجندة خارجية وبغين يقسموا المغرب وزيدوا 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 من هاد الكلام مزيدا ياك ولكن في نفس الوقت نفس القناة نفس الشخص اللي كيقول هات شي هذا وانا من مع له وحده كذا وهذا يعني كان هات شي كان ديره يعني صالح دي البلاد وصالح دي الوطن وهذا وخدمة للوطن شفنا عنده في نفس القناة دي الوحد السيدة اللي كدعى استاذة ماليكة شي حالا في حالة شكل اللي كدقول له ولا اللي جايبه افكار لم تبنيها ديال النظام العالمي الجديد ديال اجنيدة ولا ديال النخبة ديال النظام العالمي الجديد ديال انه اعادة البناء العظيم ولا شا عارب على الشكل. وكاد قوله هذا هو المشروع ديالك السلمة طاوي. بهاد الحرف. نتمنى انه من السلمة طاوي يخرج. واشترح للناس والمتابعين دياله كذلك والناس كاملين. اشنا هو هاد المشروع اللي كانت كتطرع له ديك السيدة ذاك النهار. وكانت كاد تقول له هدا هو المشروع ديالك يعني يخصك تطبقه بالحرف. تمنى يعني ينورنا شوية ويقولنا اشنا هو ذاك شي اللي كانت كاد قول له مثلا واشنا هو هاد المشروع دا بالضبط. وعطينا عليه تفاصيل كتيرة. وخال اخوان لانك ما قلت كلام اللي كانت كاد قول كنسمعو ناس اللي كتخدم اجندة ديال النظام العالمي الجديد. شي ما كيخفى لاتشي واحد. وخال اخوان مهم باش ما نطورش عليكم بزاف. نخليوا الفيديو تال هنا. اتمنى يا ربي نكون فتكم باتنساوش بارتاج و لايك الفيديو قدر المستطع باش تعمل فائدة. اللايكات ديالكم. بصعيمات بارك الله فيكم الاعجاب. رام اخترته ولو رام فابور. احسنت لكم ان شاء الله في الموضوع الماجي. ناركم بروك. سلام عليكم.